إيه اللي انتباعي لخايف الناس تاخدوا عنك بعد ما قربنا منك بدرجة كبيرة في حلقة النهاردة؟ مش خايف، خليني أتفاعل مع اللي الناس عايزاه خليني أتفاعل مع اللي يقولوه و... يعني ما بخافش ليه كنت قلقان قبل الحلقة؟ قلقان على طول، على طول قلقان على طول قلقان لإني الجمهور بالنسبة لي شيء كبير جدا والوقت شيء مهم جدا أنا ما حبش نعبي الهوى بفراغ أكره جدا الحكاية دي فيمكن ده تقولي جد بقى بتاع إنه بسبب إنه حتى لو هنسلي الناس نقول لهم حاجة حالة نعمل حاجة لطيفة إنما النهاردة حقيقي الهوى المتعبي بفراغ كتير مش لازم أنا زود بقى الفراغ جوه الهوى ليه دايما بتعمل مسافة بينك وبين الناس ودايما عامل حاجز ولازم تطلع بميكب ما بتكونش خالد النبوي أو بمعنى أصح بتبقى لابس دايما قناع ما أنا طالع قدامك خالدنا أنتوا اللي عايزين خالد النبوي غيري أنتوا اللي عايزين تعملوا أساطير عايزين حد بعينه شوفوا لكم حد بالذات ركبوه وقبلوه إنما أنا تقبلوني زي ما أنا قلعت القناع بنسبة قدقين نهاردة والله مية في المية جاوبتك أي إجابة حجاوبها لأي حد وقفني في الشارع بعد ما قربنا من الأنا وخالد النبوي قال كل اللي جواه حابب تقول حاجة تانية يمكن عايز أقولك أنه طول الوقت مشغول بإني أبعد اللي أنا بتاعتي عشان الشخصية اللي بلعب أنا عايز طول الوقت أنا ما بقاش موجود عشان الدور اللي بلعبه هو ليبقى موجود الشخص اللي بعمل شخصية هو ليبقى موجود